سبب هجوم حفطر واحدة من أسبابه اللي هي أن هذه المجموعات المسلحة وإلى الميليشيات وإلى لا أسميها مجموعات مسلحة بل أسميها مافيات لم تترك الدولة أو لم تترك الحكومة لكي تقيم دولة وهذا الوضع غير مسموح به الآن لأن هذا كلفنا حرب واحدة من أسباب هجوم حفطر علينا أننا لم نستطع أن نقدم الدولة أو أن نقدم صورة الدولة الحقيقية ولهذا بعض الدول دول العالم تخلت علينا وعلى حكومة الوفاق لأن تعتبر حكومة الوفاق فشلت في كبح جماح هذه المجموعات المسلحة وهؤلاء المجرمين الذين يمتشقون السلاح والذين يتدخلون في أمور الدولة الوضع هذا كلفنا أرواح وكلفنا جرحة وكلفنا شباب بطرة أطرافهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة